بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اتكلمنا في الدرس اللي فات عن الشغل وقلنا ان امتى اقول ان القوة اللي انا ببزولها دية عملت شغل فقلنا يبزل شغل على نظام ما يعني لو انت بتزق دولاب او بتزقها اي حاجة فبتأثر بقوة على نظام ما امتى اقول انت بتبزل شغل عندما يتم ازاحة هذا النظام في نفس اتجاه القوة واتكلمنا عن قانون الشغل وعن الحالات بتاعة الشغل النهاردة هنتكلم عن مصطلح تاني اسمه الطاقة زي ما احنا متعودين اول حاجة هنبدأ بالتعريف وهنعرف ايه الوحدة بتاعة الطاقة وهنعرف ازاي نحل المسائل طيب ايه هي الطاقة اول حاجة نشوف التعريف ونشوف هنبسطه ازاي الطاقة هي قدرة النظام على احداث تغيير في نفسه او فيما يحيط به واللي بنرمز لها بالرمز ايه نسبة لانرجي تمام يعني ايه قدرة النظام على ان هو يحدث تغيير في نفسه او فيما يحيط به لما قولك جسم بيمتلك طاقة او عنده طاقة او انا كشخص عندي طاقة مثال مثلا لما جسم بيتحرك لو فيه مثلا عربية بتتحرك بسرعة معينة فطلامة العربية دي لها سرعة يعني عندها طاقة اسمها طاقة حركية نوع من انواع الطاقة اللي اسمه الطاقة الحركية اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت كينيتك انرجي ومقدار الطاقة ده نص م في سكوير يعني نص كتلة العربية في مربع السرعة اللي ماشي بها العربية العربية دي كده عندها طاقة يعني ايه يعني عندها قدرة ان هي تحدث تغيير في نفسها او فيما يحيط بيها ازاي العربية دي لو خبطت في حاجة مش ممكن تحدث ضرر فيه لان الطاقة من قانون حفظ الطاقة ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم طب العربية دي لما تخبط في حاجة فالسرعة بتاعتها تبقى بصفر فالطاقة الحركية بتاعتها تبقى بصفر طب هي فين الطاقة اللي كانت عندها الطاقة اتنقلت للحاجة اللي خبطت فيها ودمرتها طيب انت لما تاكل او لما بتمدي جسمك باي طاقة بتبقى قادر ان تعمل تغيير في نفسك فان انت مثلا تقوم وتتحرك وتعمل جهد بدني وكذلك لو فيه مثلا كورة انت بتشوتها بقوة كبيرة فانت كده بتديها طاقة فالكورة دي بالطاقة دي تقدر ان هي توصل لمسافات بعيدة بالطاقة اللي هي اكتسبتها وبالتالي تعريف الطاقة يعني ايه طاقة او يعني ايه جسم عنده طاقة يعني هي قدرة النظام على احداث تغيير في نفسه او في ما يحيط به طيب احنا من الدرس اللي فات فاكرين لما قلنا واستنتجنا ان الشغل بيساوي نصف امي في فاينال سكوير ناقص نصف امي في انشيال سكوير تمام ولو مش فاكرين نرجع الفيديو اللي فات نشوف استنتجنا القانون ده ازاي طيب العلماء يدوب بس ترجموا القانون ده للعربي وسموها نظرية الشغل والطاقة يعني ايه تعالوا نترجمها ونشوف هم واصلوا الايه لما نيجي نترجم دي فدوة الشغل واحنا عارفين ان الطاقة الحركية من ارمز لها بالرمز نصف امي في سكوير فمعنى كده ان دي الطاقة الحركية النهائية وديت الطاقة الحركية اللي ابتدائية ومعنى علامة الطرح اللي هي الفرد يعني التغير في الطاقة الحركية وننزل علامة يساوي لما ترجمنا المعادلة دي فاطلع لنا ان اذا بذي لشغل على نظام ما فتكون النتيجة حدوث تغير في طاقة النظام يبقى زي ما احنا شايفين في المعادلة ان الشغل بيساوي الفرق في الطاقة الحركية بتاعة النظام وهو ده بالضبط النص بتاع نظرية الشغل والطاقة يعني ايه اللي بيربط الشغل والطاقة اذا بوذي لها يعني لو انت عملت شغل على نظام ما ايه اللي هيحصل فتكون النتيجة حدوث تغير في طاقة النظام في المثال اللي احنا قلناه ده حدث تغير في طاقة النظام نوع الطاقة اللي اتغيرت هي الطاقة الحركية لكن فيه انواع كتير من الطاقة فلما انت تبزل شغل مثلا على دولاب او صندوق بتحركه وهو ثابت كانت سرعته بصفر لما بزلت شغل عليه يعني لما اثرت بقوة ازحته في نفس اتجاه القوة فانت كده عملت شغل عليه وبالتالي تحرك فبقى عنده سرعة لما اكتسب سرعة فبقى عنده طاقة فالشغل اللي انت بزلته على نظام ما ادى الى تغير في الطاقة بتاعة النظام ده يبقى نقدر نقول ان القانون بتاع النظرية ديت بيتكتب كده الشغل المبزول على نظام بيسوي التغير في طاقة النظام تمام طيب ايه هي الوحدة احنا قلنا وحدة الشغل كانت بالجول طيب وحدة الطاقة برضو بالجول طيب هنستنتج النهاردة وحدة كمان معادلة لها احنا من الدرس اللي فات قلنا ان الواحد جول بيسوي واحد نيوتن في متر عشان يبقى استنتاج اي وحدة سهل بالنسبة لك بنكتب القانون ال W بتسوي F في D فاحنا قلنا ال W دي بتتقاس بالجول طيب والناحية التانية بتتقاس بايه القوة بالنيوتن والمسافة بالمتر فعشان كده قلنا ان واحد جول بيكافئ واحد نيوتن في متر طيب احنا عارفين ان القوة بتسوي M في ايه الكتلة في العجلة طيب تعال نفككها ال M دي بتتقاس بايه بالكيلو جرام والعجلة دي بتتقاس بايه بمتر على ثانية تربيع والقوة بالنيوتن يعني عارف اشيل النيوتن وحط القيمة اللي بتكافئها طيب تعال نشوف احنا قلنا ان واحد جول بيساوي واحد نيوتن في متر احنا جبنا ان الوقت ان النيوتن ده ممكن اشيله وحط قيمة بتقابله اللي هي ايه واحد كيلو جرام في متر على ثانية تربيع طيب وانا عندي اصلا في القانون هنا لسا فيه متر يبقى ازا الواحد جول بيكافئ واحد نيوتن في متر بيكافئ واحد كيلو جرام متر في متر متر تربيع على ثانية تربيع يبقى دول الثلاث وحدات بتوع الشغل او الطاقة او اي حاجة بتتقاس بالجول الجول يكافئ واحد نيوتن في متر وبيكافئ واحد كيلو جرام في متر تربيع على ثانية تربيع دي ممكن لو شفناها في اختيارات ممكن يجي للسؤال ازاي يعادل واحد جول ويجيب لي نقط ويجيب لي كذا اختيار ممكن يجيب لي دي على هيئة واحد كيلو جرام متر تربيع ولكن مش على ثانية تربيع يحطلي مضروب عادي وقام مغير اشارة القس فهي هي لما القس يطلع لفوق بيطلع بسالب يبقى واحد جول يساوي واحد نيوتن في متر يساوي واحد كيلو جرام في متر تربيع في ثانية قس سالب اثنين يبقى كده عارفنا ايه هي الطاقة وايه هي نظرية الشغل والطاقة وايه هي الوحدة بتاعة الطاقة طيب مش احنا قلنا ان الشغل بيساوي من القانون دوة التغير في الطاقة الحركية طب تعالوا نثبت برضو ان الشغل اللي احنا اثبتنا ان هو وحدته واحد كيلو جرام متر تربيع على ثانية تربيع هي هيها الوحدة بتاعة الطاقة الحركية الطاقة الحركية اللي هي نصف ام في سكوير الام بتتقاس بايه بالكيلو جرام والسرعة السرعة دي مسافة على زمن المسافة بالمتر والزمن بالثانية كل ده تربيع طيب تعالوا نفك التربيع فوق وتحت كيلو جرام في متر تربيع على ثانية تربيع اللي هي هيها دي ففعلا يبقى احنا كده ماشيين مزبوط والوحدات بتاعتنا متنسقة مع كل المعادلات اللي ممكن نستنتج تمام يبقى نقدر نقول ان الشغل هو انتقال للطاقة عند تطبيق قوة ما عبر ازاحة ما يبقى الحاجة الجديدة بس ان نقدر اقول ان الشغل هو عبارة عن انتقال للطاقة طيب يعني ممكن انت لما تبذل شغل على صندوق عندما يتم هناخد دلوقتي مثال ان انت بتبذل شغل على صندوق يعني بتزقه والصندوق بيتحرك مسافة في نفس اتجاه قوتك عندما يتم بذل شغل على النظام طيب طيب فاحنا قلنا في الدرس اللي فات ان احنا لازم نحدد لاول ايه النظام لو احنا اعتبرنا ان النظام هو الصندوق فانت بذلت شغل عليه يعني انت اديت له طاقة فمعنى كده ان طاقة النظام ده هيحصل فيها ايه هتزداد تمام طيب واحنا قلنا ان الطاقة اللي هيكتسبها دي هتبقى طاقة حركية فمعنى كده ان الطاقة النهائية هتبقى اكبر من الطاقة اللي ابتدائية طيب واحنا قلنا ان الشغل هو عبارة عن التغير في الطاقة يعني او اي فاينل ناقص اي انشاء في المثال ده بس بيكتسب طاقة حركية فقلنا طاقة حركية طيب معنى ان الطاقة النهائية اكبر فمعنى كده ان الشغل هيكون بالموجب هو اكتسب طاقة فبقى الطاقة النهائية اكبر من طاقة اللي ابتدائية وليكن لو طاقة اللي ابتدائية ثلاثة واكتسب طاقة بقى خمسة فالناتج هيطلع عليه بموجب طيب تعالوا نشوف الحالة التانية عندما يقوم النظام بشغل على المحيط الخارجي يعني زي ايه؟ يعني لو انا اعتبرت مش السندوق بقى هو النظام لو انا اعتبرت اننا النظام فانا دلوقتي ببزل شغل على المحيط الخارجي يعني على اي حاجة براية وليكن السندوق فانا لما بزلت شغل فمعنى كده ان طاقة هتزيد ولا هتقل انت لما بتزوء دولاب او لما بتزوء حاجة تقيلة طاقتك بتزيد ولا بتقل برافو بتقل طاقتو فمعنى كده ان ال اي فاينل هتبقى اصغر من ال اي انشيل واحنا بنقول ان الشغل هو عبارة عن ال اي فاينل نايس ال اي انشيل يعني لو انت كنت بادئ بطاقة وليكن تلاتة فطاقتك هتقل وليكن هتبقى اتنين فلما تطرح اتنين ناقص تلاتة هتلاقي ان الشغل هيطلع لك بالسالب يبقى ملخص اللي قلناه ان لو تم بزل شغل على النظام فمعنى كده ان انا اديت طاقة للنظام فمعنى كده ان طاقة النظام ازدادت فمعنى كده ان الشغل هيبقى بالموجب ولكن لو النظام نفسه هو اللي بزل شغل على المحيط الخارجي فهتقل طاقته وبالتالي طاقته النهائية هتبقى اقل من طاقته الابتدائية عشان كده هلاقي الشغل بالسالب فمعنى السالب لما يكون قدام شغل فده دلالة على ان النظام بزل شغل مش هتبزل عليه شغل تمام طيب في تعريف للطاقة الحركية اللي انت قال ايها ايه هي الطاقة الحركية الانتقالية لو انت قاعد او انت مثلا على منحضر او بترمي كورة من على تربيزة فالكورة دي طالما غيرت موضعها فهينتج عنها ان هي اكتسب الطاقة فبنقول الطاقة اللي هي اكتسبتها دي الطاقة حركية انتقالية هي الطاقة الناتجة بسبب تغير الموقع وبنرمز لها كينيتك انيرجي ترانسفور بتساوي نص ام بي سكوير تمام يبقى احنا كده خلصنا الكلام عن المفهوم الجديد اللي هو الطاقة طيب عندي مفهوم تاني اسمه القدرة ايه هي القدرة هناخد مثال بسيط خالص اللي موجود في الكتاب وتعالوا نفهم منه يعني ايه القدرة لو انا عندي تلت كتب عايز ارفعهم على رف يرتفع واحد متر عندي طريقتين الطريقة الاولى ان انا هرفع كل كتاب وحطه على الرف فانا وليكن لو هرفع كل كتاب بقوة واحد نيوتن وبالتالي هبزل شغل في كل مرة مقداره واحد نيوتن رفعت واحد متر واحد جول واحد جول واحد جول واحد جول يبقى انا اعملت شغل كل مقداره تلاتة جول ولو هيخد في رفع كل كتاب من دول وليكن سانيتين فهيبقى اجمالي بتاعي الوقت اللي انا هرفع فيه التلات كتب دول وليكن ست سوائن طيب الطريقة التانية ان انا التلات كتب دول هرفعهم مع بعض مرة واحدة مرة واحدة فانهو مثال من دول اكبر انا بزلت في الحالتين نفس الشغل ولكن واحد استغرقت فيه وقت اكبر من التاني بالظبط بالظبط فهتكون القدرة بتاعتي لما رفعتهم في وقت اقل اكبر فالقدرة هي ايه هي المعدل الزمني للتغير في الطاقة او الشغل المبزول احنا قلنا الطاقة التغير في الطاقة اللي هو الدلت اي لسا قيلين في الصفحة اللي فاتت ان هو بيساوي الشغل اذا المعدل الزمني اللي انا بعمل فيه الشغل ده او المعدل الزمني للتغير في الطاقة ديت هو ده القدرة كل لما الزمن قل كل لما بعمل المجهود اللي انا بعمله ده في زمن اقل كل لما قدرتي كانت اكبر يبقى العلاقة ما بين القدرة والزمن عكسية انا هنا قلت ان القدرة رمزها بيه طيب تعالوا نعرف المعدلة بتاعة القدرة القدرة اللي برمز لها بالرمز بيه نسبة لباور بتساوي التغير المعدل الزمني المعدل الزمني ده يعني بقسم على تيه اي قانون فيه المعدل الزمني يبقى انا بقسم على تيه للتغير في الطاقة او المعدل الزمني للشغل المبزول ده القانون بتاع القدرة طيب زي ما متعودين بنعرف القانون والتعريف وبعد كده بنعرف الوحدة الوحدة بتاعة القدرة هي الوط بنرمز لها في الاخر بالرمز W تمام ها مين شاطر هيقول لي الوط واحد وط بيكافئ قد ايه بالزبط هنشوف من القانون عندي كفة فيها وط هشوف الكفة التانية بتتقاس بايه الشغل بيتقاس بالجول والزمن بيتقاس بالثانية يبقى شعلا واحد وط بيكافئ واحد جول على ثانية طيب تعالوا نعرف الوط ديت ممكن يعني تطبيقها في الحياة العملية عبارة عن ايه امتى انا كشخص ابزل قدرة او يبقى عندي قدرة او ابقى ببزلت مجهود بقدرة مقدرها واحد وط لو انت بترفع كوباية مية عشان تشربها فالكوباية دي لو وزنها وليكن اتنين نيوتن بترفعها مسافة نص متر لغاية بقك عشان تشرب واخدت في العملية ديت وليكن واحد ثانية فانت كده بزلت شغل مقداره واحد جول في زمن مقداره واحد ثانية فانت العملية دي عملت قدرة مقدرها واحد وط عشان كده بنقول ان الوط هو وحدة قياس صغيرة نسبية يعني ده انت الحاجة البسيطة ان انت وانت بتشرب مية بتعمل قدرة مقدارها واحد وط ومال بقى الاجهزة والحاجات اللي حوالينا اللي بتشتغلوا بيبقى لها قدرة عالية جدا عشان كده هنلاقي دايما ان الحاجات حوالينا بتتقاس بالكيلو وط يبقى الوط ده هي واحدة صغيرة جدا او صغيرة نسبيا عشان كده بيبقى اغلب التعامل في المسائل او في الحاجات اللي حوالينا بتبقى بالكيلو وط طيب كلمة كيلو ديت لما اتحطت جنب حاجة فمعناها ان انا بضرب الحاجة ديت في الف يبقى الكيلو وط بيعادل الف وط نخلي بالنقوي من القانون ان انا لازم عوض عن اي قدرة بالوط وعوض عن اي زمن بالثانية وعوض عن اي طاقة او شغل بالجول لو جاب لي معطيات غير ديت لازم احولها للوحدات ديت عشان المسائلة تطلع مظبوطة معايا تمام طيب تعالوا ناخد مثال كده عشان نفهم يعني ايه قدرة احنا في اي بيت فيه اجهزة كهربائية وليكن مثلا المايكروويف المايكروويف دوت هو بيسخن الاكل فلو انا عندي مثلا طبق اكل عايز اسخنه الطبق ده عشان يسخن محتاج طاقة وليكن مقدرها ميت جول طيب انا دلوقتي هروح للبيع عشان اجيب مايكروويف قال لي والله يا فندم احنا عندنا مايكروويف قدرته تسعمية واط ومايكروويف قدرته الف واط فانت هتختار ايه تقول له لأ انا دارس فيزيا وعارف كويس يعني ايه واط ويعني ايه جول انا لو عايز تغير في الطاقة مقدره ميت جول يعني التغير في الطاقة ان انا عايز اسخن الاكل ده فالاكل عشان يسخن محتاجة تدي له طاقة معينة مقدرها ميت جول فانا طبعا جايب المايكروويف ده عشان اسخن بسرعة فيترى انه اللي هيسخن لي بسرعة بالزابط اللي ليه قدرة اكبر ليه قدرة اكبر فهيقدر يعمل لي التغير في الطاقة ده في معدل زمني اقل فلو دخلت الاكل ده في المايكروويف ده هيطلع لي سخط في وقت اقل من المايكروويف ده وكذلك فاي جهاز تاني كل لما علت القدرة بتاعته كل لما ادري ان هو يسخن لي او يبرد لي او ان هو يحدث لي التغير في الطاقة ده في زمن اقل طيب تعالوا نشوف الكتاب هنا فيه جراف عايزين نفهمه كويس ونفهم هو بيدل عليه تعالوا نشوف الاول هنا اراهن ان كلنا هنتلغبط في المثال ده انا عندي رافعة شوكية هنا بترفع صندوق وزنه تسعمية نيوتن وهنا رافعة تانية بترفع نفس السندوق تمام هو بيقول لي ان الرافعة ديت بترفع بسرعة اثنين متر عالثانية ودي بترفع بسرعة اربعة متر عالثانية السؤال هنا انه اللي ليه قدرة اكبر ممكن توقف الفيديو تلت ثواني وتجاوب مع نفسك تمام اكيد هتقول لي ان اللي سرعته اثنين متر عالثانية هو قدرته اكبر لان السرعة عال هقولك غلط اللي ليه سرعة اكبر هو الليه قدرة اكبر احنا هنا ما نتلغبطش ما بين السرعة والزمن القدرة بتتناسب عكسيا مع الزمن وبالتالي اللي سرعته اكبر هيكون زمنه اقل هتكون قدرته اعلى يعني ايه تعالى ناخد مثال لو انا عايز ارفع السندوق دوت مسافة اربعة متر طيب ده بيرفع لتنين متر في الثانية فعشان يرفعه اربعة متر هيعود قد ايه هيعود ثانيتين طيب ده لو انا عايز ارفع برضو السندوق ده نفس الاربعة متر ده بيرفع اربعة متر في الثانية فهيرفعها لي في ثانية وبالتالي انا عندي هنا طاقة او شغل اتبذلت في زمن معين لو انا اسمت الطاقة اللي هي وليكن الشغل على الزمن هنا والطاقة اللي هي الشغل في المسافة على الزمن هنا هلاقي ان الطاقة طبعا هنا اكبر يبقى ما نطلخ باتش في حتة ان هو جايب لسرعة فاشوف السرعة الاقل وقول ان ده قدرته اكبر لا بالعكس طيب تعالوا نشوف المسائل بتيجي ازاي المسائل ما فيش اسهل منها والقوانين ما فيش اسهل منها كل القانون اللي احنا قلناه ان البي بيساوي دابليو على تي والدابليو دايما هنفكها بف في دي على تي طيب في هنا المسألة بتقول يرفع محرك كهربائي مسعد مسافة تسع متر فدايما بنطلع المعطيات خلال خمستاشر ثانية ده الطايم يبزل قوة لاعلى قوة فورس فهو مديني هنا الاف ما القدرة يعني عايز البي التي ينتجها المحرك بواحدة الكيلو وات احنا عارفين ان القانون ده بيطلع للقدرة بالوات طيب تعالوا نعود هو مدين الاف واحد واتنين من عشرة في عشرة قصة اربعة مدهالي بالنيوتن تمام ومديني المسافة بتسعة بالمتر تمام على الزمن خمستاشر بالثانية تمام هحسب هتطلع لي بسبعة تلاف ومتين وط طيب انا عشان احول من وط الكيلو وط يعني عشان احول من صغير لكبير فمعنى كده ان انا بأسم على الف لما أسم على الف هحرك العلامة ثلاث علامات فهتبقى سبعة واثنين من عشرة كيلو وط تمام طيب هنشوف المسائل ديت ممكن نحل مسألة واحدة وهنعمل فيديو تاني لحل المسائل كلها يرفع صندوق يازن يازن هنا معناها مدين الاف رأسيا الى اعلى مسافة يعني دا ستنس ووسطة سلك معصل بمحرك بيتحرك السندوق بسرعة متجهة ثابتة وتكتمل مهمة خلال عشر ثواني فما القدرة التي يولدها المحرك بواحدة واط وكيلو واط فهنقول ان البي بتساوي اف في دي على تي هعوض بالاف والدي والتي اللي هو مدهم لي هتطلع لي بالواط هقسم على الف يطلع لي بالكيلو واط طيب في حاجة هنا عايزين نستنتجها قبل ما نخلص احنا قلنا ان البي بتساوي اف في دي على تي او بتساوي الشغل على الزمن طيب مين شاطر يقول لي هي المسافة على الزمن دي بتساوي ايه برافو بتساوي السرعة فنقدر نقول ان القدرة بتساوي القوة في السرعة وده اللي احنا ده القانون اللي احنا محتاجينه عشان هنحل بيه كزا مسألة هنا وعشان كمان نفهم الجراف ده هو بيقول لي هنا لو انت بتسوق عجلة فانت طبعا محتاج ان انت تبزل اكبر قدر من القدرة عايز يبقى عندك قدرة كبيرة عشان تسوق بسرعة فزي ما احنا قلنا ان القدرة بتساوي القوة اللي انت بتأثر بها على العجلة في السرعة اللي بتتحرك بيها فلو انت عايز اكبر قدرة فلازم تأثر باكبر قوة وتمشي باقصى سرعة فدوت نظريا تمام لكن عمليا فانت عضلاتك ليها حدود عضلاتك هتنتق قوة ولكن بحدود معينة فاخرك في القوة مفيش قوة لا نهائية وكذلك السرعة اللي انت هتمشي بيها محدود بيها يعني لو انت مثلا بتسوق عجلة صغيرة فمهما بزلت عليها من قوة هتلاقي العجلة دي هتمشي بسرعة معينة غير لو انت ماشي بعجلة العجل بتاعها كبير القوة اللي انت هتأثر بيها هتزود السرعة بتاعتها بمقدار اكبر من العجلة الصغيرة ولكن برضو هيبقى ليك سرعة نعائية مش ممكن تتخطاها فعشان كده انت ممكن في العجلة الصغيرة دي تعد تبزي القوة كبيرة القوة الكبيرة ديت انت ممكن تبزي القوة اصغر منها وهتوصل لنفس السرعة ولكن انت لما بزلت قوة كبيرة فانت هتنهيك نفسك وهتتعب وهتضيع قوتك فانت كده بزلت قوة كبيرة وما اثرتش في انها طلعت لك قدرة كبيرة فلما العلماء جربوا التجربة ديت على اجهزة كتير او حاجات بيشوفوا ايه هي احسن قوة اقصر بيها عشان تنتج لأكبر قدرة فشافوا ان المسج ما بين قوة معتادلة وسرعة معتادلة هي اللي بتديني اكبر قدر من القدرة طب تعالوا نشوف هم رسموا هنا جراف ما بين ثلاث حاجات اول حاجة ما بين القوة والسرعة اللي بيعبر عنها المنحنة اللاحمر ده وتاني حاجة ما بين القوة والقدرة اللي بيعبر عنها المنحنة اللازرة عند قوة وسرعة صفر كانت القدرة بصفر طيب هلاحظ من هنا ايه ان كل لما القوة علت هتفضل القدرة تعلى لغاية لما تيجي عند النقطة معينة هبدأ ازود في القوة لكن القدرة بتقل القوة عملت زيد لكن القدرة عملت قل بعد نقطة معينة فالنقطة دية كانت ايه اكبر قدرة وصلت لها يعني عدت وليكن الالف ومية وط كانت عند قوة معتدلة ربعمية يعني ما بين الزير والتمنمية وعند سرعة معتدلة حوالي اتنين ونص اللي هي ما بين الصفر والخمسة فعشان كده بنقول ان انت عشان تنتج اكبر قدرة يجب ان تكون كل من القوة والسرعة اكبر ما يمكن لكن لا تستطيع العضلات بس لقوة كبيرة جدا كما تعجز عن التحرك بسرعة كبيرة للغاية عشان كده المسج ما بين قوة معتدلة وسرعة معتدلة بتنتج اكبر كمية من القدرة وزي ما وضحنا على الجراف ان القدرة بتتعدل الف امتى لما القوة كانت معتدلة والسرعة معتدلة وده اللي بيعملوه في تصميم اي جهاز كهربائي او اي جهاز عمتا احنا بنشوف ايه بعد ازود قوة وبشوف القدرة الناتجة لغاية لما اوصل يعني القوة اللي بعدها القدرة معدتش هتزيد او ساعات كمان بتقل فخلاص انا هصمم الجهاز بتاعي ان هو يشتغل عند القوة دي والسرعة دي عشان ينتج لي اكبر قدر من القدرة اتمنى يكون الشرح كل مفهوم واشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر